مرحبا شباب اليوم جاي بلكم اول سيارة كهربائية اشتريها سيارة التسلا موديل ثري اليوم راح نحتي شوية عن تفاصيل هاي السيارة هاي السيارة صالها اسبوع عندي وتعتقد انه من اشتريها راح احبها بس بالحقيقة غير اسبوع اكتشفت انتم حبيتها اكثر مما اتصور تعالوا اليوم خلي نحتي شوية على هاي السيارة مثل ما بعض منكم يعرف انه لوني المفضل بالسيارة هو السيلفر لكن الاسف حاليا موديل 2021-2022 التسلا ما تبيع سيارات بلون سيلفر ثاني لون مفضل بالنسبة لي هو هذا الاسود فطبيعي اختاريته تضرد طبعا ثلاثة شهر ونص يلا وصلت السيارة بعد ما حجزتها من شركة تسلا ولهذا السيارات التسلا المستعملة قاعدة تنباع اغلى من الجديدة حاليا تسلا حاليا تبيع ثلاث انواع من موديل ثري اول وحدة اللي هي ستاندرد رينج بلس اللي يجي بيها ماطور واحد دفع خلفي فقط التسارع مالتها بخمس ثواني وثمانة جزاء من الثانية من الصفر للمية وسعرها 40 الف اللونغ رينج اللي انا اخذتها سعرها 46 الف قبل الاضافات بتمشي ثلاثمية واربع ثلاثم مايل بالشحنة الوحدة يعني تقريبا خمسمية كيلومتر اه باربع ثواني من الصفر للمية وعدهم ايضا البرفورمانس اسرع شي اللي بتلث ثواني من الصفر للمية بس تمشي ثلاثمية وخمسطعش ميل بالشحنة فقط وسعرها يبدي باربع وخمسين الف قبل الاضافات طبعا اه من اشحن السيارة بالبيت اه تطول تقريبا اه اربع ساعات حتى تشحن كامل اه كل ساعة تنطيني حوالي خمسين ميل اه يعني مرات اجي البيت بها خمسين الى ميت ميل بالباتري وبعدين اخليها الشحن خلال اربع ساعات تشحن يعني كامل ايضا اه بامريكا وبأوروبا ومعرف اذا صار بالدول العربية حاليا او لا اكو هاي الشاحنات اللي سموها سوبر شارجرز موجودة بالشارع هذه تشحن اه كل خمسطعش دقيقة تنطيك مية وخمسين الى ميتين ميل اه اذا تريد تشحن السيارة بالكامل تنتظر نص ساعة تقريبا نفس الوقت اللي اذا انت رايح مسافة بعيدة اه نفس الوقت اللي تقضيه بمحطة تعبات الوقود حتى يعني تروح الحمام او تشتري شيء ولكن تقريبا ما احد يستخدمها هاي السوبر شارجرز بامريكا لان اغلب الناس السوق قل من 300 ميل باليوم الا ذا رايح سافر او شيء طبعا السبب الاساسي اللي دفعني انه اشتري تسلا هو مصاريف الوقود بامريكا الوقود اسعار ارتفعت جدا بالفترة الاخيرة واكو توقعات انه يستمر سعر الوقود بالارتفاع لمدة سنة او سنتين قبل لا اشتري التسلا واللي انا عندي عائلة ونستخدم السيارة هواية اه تشنت اصرف تقريبا مئة وعشرين دولار بالاسبوع الواحد فقط على البانزين اه مناخت التسلا اه نفس المسافات قاعدة نسوق نفس المشاور قاعدة نروح كعائلة ولكن فقط 12 الى 15 دولار بالاسبوع تقريبا اه سعر الكهرباء اللي قاعدة استخدمها اه حتى اشحن التسلا واستخدمها لنفس المشاور فاكو فرق شبير بين مئة وعشرين دولار و 15 دولار مثل ما تشوفون بالاضافة الى التوفير بالبانزين اه سيارات تسلا من امن السيارات بالعالم في حالة الاستدام لا سامح الله بسبب وجود اه مركز الثقل باسفل نقطة بها اللي هو البطارية اللي موجودة تحت اقدام الركاب اه جدا 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 صعب انه تنقل بهاي سيارة وبحالة الاستدام ماكو محرك واجزاء ميكانيكية ممكن ترجع على الركاب ولهذا امن يمكن امن سيارة بتاريخ السيارات هي التسلا بكل انواعها وهذا ايضا شي واحد يفكر بي خصوصا بالطرق السريعة الموجودة بامريكا يعني واحد يخلي سلامة عائلته باله اه مصاريف دورية تقريبا معدومة اه ما عندك محرك ما عندك ناقل سرعات ما عندك كل هاي الامور فماكو شي راح يعطل حتى الدسكات او اقمشة الفرامل لان السيارة تستخدم كل مرة تشير رجلك من الدواسة التسارع سيارة تستخدم الطاقة الموجودة حتى تعيد شحن الباتري ولهذا ما راح تستخدم اقمشة الفرامل هواية اكو ناس اللي ياخذوا التسلا قبل يقولون 300 الف مايل تقريبا 500 الف كلمتر نص مليون كلمتر قبل لا تبدل اقمشة الفرامل ما عندك اي شي ثاني يعني الشي الوحيد يمكن اللي يتخليه هو سائل تنظيف الزجاج الامامي الواشر فلودي السيارة ما يجيها مفتاح تليفونك هو المفتاح كل مرة تتقرب على السيارة تنفتح كل مرة تبتعد من السيارة تنقفض السيارة بيها اعتقد 8 كاميرات تراقب الطريق ايضا يستخدم نظام القيادة التلقائي تستخدم هاي الكاميرات الثمانية مقابض فتح الباب مدفونة داخل السيارة على موضة الايرو دانيوميكية على موضة ليصير مقاومة هوا شبيرة يعني لتوفير الطاقة المخمل الموجود بالباب حلو يعني الخشب حلو هذه الزر او المفتاح هو اللي يفتح الباب كل كهربائي السيارة من سد الباب تسمع وتحس الجودة تقريبا جودة المانية موجودة بها هذه تفتح الباب كيبل في حالة الطوارئ انه اذا خلاص الباتري للاي سبب والزر ما عادي يشتغل جدا حلو تصميم السيارة من جوه نوعية المواد المستخدمة كلها يعني من ارقى واجمل ما يكون زجاج بالسقف على طول السيارة يعني منمالستيك يسموه الديزاين انه ماكو اشياء هواية موجودة شغلات بسيطة ولكن كلها تأدي الغرض المطلوب منها مساحة الارجل بالمنطقة الخلفية تقريبا مشابهة للبي ام دابليو حجم 3 واللي قعد لي وراه موجود عندهم فتحات يو اس بي سي بالاضافة الى هذا جميع المقاعد ضمنها المقعد الوسطي اللي بالخلف اللي عادة يكون مهمة لبغير سيارات حتى هذا المقعد بتدفئة كهربائية جميع المقاعد بها تدفئة كهربائية وكذلك المقود او الستيرينغ ويل بتدفئة كهربائية كذلك التدفئة الكهربائية وحتى تدفئة السيارة تقدر تشغلها من الهاتف قبل لا تترك المنزل يعني الصبح اذا باردة تشغل تدفئة بالسيارة قبل لا تروح تصعد تكون السيارة جاهزة وايضا تقدر تحكم بايشي بالسيارة قبل لا تروح للسيارة يعني تكون السيارة جاهزة وبانتظارك سواء كان الجو حار او بارد او حتى ذا مجرد تفتح الزجاج على مد التهوية مثلا بالربيع او غيرها كل معلومات السيارة راح تكون موجودة قدامك بتطبيق الهاتف حالة البطارية درجة الحرارة تفتح الكاميرات الموجودة بالسيارة او اذا انت مسافر باي دولة بالعالم وتحتاج جارك او صديقك يحرك السيارة من مكان مكان تقدر تفتحها من الهاتف تشغلها وتراقب وين يروح ايش قد قاعد يمشي بها سرعة وتقدر تطفيها وتقفلها من اي مكان بالعالم مرة الاخ منيمالستيك ديزاين عندك هذه التحكمات اللي هي قليلة جدا بس تتحكم كل شيء اغلب الاشياء تحكم بيها بالسيارة من خلال الشاشة او عن طريق الهاتف مالك نفس هاي الخيارات الموجودة على الشاشة تلقاها موجودة تقريبا كلها موجودة بالهاتف تنزل التطبيق حتى الكلوف باكس او صندوق القفازات لازم تفتحها من خلال الشاشة وهي هم شغلة يعني قد تكون خطوة اضافية يلا تفتح صندوق القفازات بس من مزايان ومحد يقدر يفتح صندوق القفازات ويسرق الموجود بيه اذا انت ما موجود يم السيارة لان مثل ما قلنا الهاتف مالك اللي هو بجيبك هو مفتاح السيارة طبعا هنا مكانين الهاتفين هذا وايرلس شارجر بس تخلي التليفون يبدي يشحن طبعا انا حاليا دا استخدم التليفون حتى اصور بي الفيديو لهذا استخدمت الكيس الفارغة للتليفون بس حتى شوفكم وين يقعد يعني مساحات تخزين جدا واسعة بيها تصميم حلو لخياط اللي بالكوشنات بالمقاعد كلش حلو يعني سيارة متعوب عليها وتلمس بيدك تحس انه هذي سيارة المانية او سيارة اوروبية ما تحس انه سيارة امريكية بصراحة لاني ما احب السيارات الامريكية بصورة عامة بس هاي السيارة متعوب عليها من ناحية المواد من ناحية التصميم حتى فتحات التبريد ما راح تلقى بيها فتحات التبريد تتحكم باتجاه تدفق الهواء من خلال الشاشة شي يعني خيال علمي بصراحة مثل ما قلنا هاي الشاشة تحكم بكل شي موجود حتى تتحكم بالتفتح الفرانك يسموه اللي هو الصندوق الامامي لان سيارة ما بيها محرك بيها صندوق امامي هذا الصندوق الامامي جدا مفيد مرات من اشتري اكل من بره واجيبه للبيت حتى مصير ريحة اكل طعام بالسيارة اخليها بهذا الفرانك او اذا عندك شي ممكن علبة بها سائل ممكن تخاف انه يتسرب حتى لا يوصخ الصندوق او داخل السيارة هذه weatherproof sealed ما يصير عليها شي اذا وقع بها مويفة الشغلات اللي بيها ريحة او الشغلات اللي تخاف يصير بها التسريب سواء تخليها بالفرانك الامامي ما عنده غير فتحة تعبئة سائل زجاج السيارات الامامي بالفرانك ايريا ايضا الباب ما بي اطار وهاي شغلة جدا حلوة خصوصا من تنزل من السيارة بمكان ضيق مثلا قراج متروس سيارات تفتح الباب فتحة قليلة ما تقدر تفتح الباب للاخير فاذا الباب ما بي اطار تقدر بسهولة تنزل من السيارة وبعدين ترفع الزجاج مجرد تفتح الباب فتحة صغيرة جميع الاضاءات اللايتات ش تسميها سميها بدولتك هي ال اي دي حتى ما تصرف شحن واللايت مالها جدا قوي بالليل اذا تريدون تشوفون فيديوات مفصلة عن هاي السيارة عن طريقة استخدام الشاشة عن طريق استخدام هذه الكرات الموجودة بالستيرنج ويل اذا تريدون تشوفون فيديوات تسارع طوني رأيكم بالتعليقات كتبولي اي طلب تريدون اي شغلة تستفسرون عنها وراح اسوي فيديو خاص عليها وايضا لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب لانده اسوي فيديواتي هواية بس مده تنتشر لان للأسف الناس قاعد تدخل تشوف الفيديو وتنسى تخلي لايك وسبسكرايب ميك الفكشي لايك سريع وتعليق بسيط اي تعليق حتى يزيد من تفاعل القناة واني اشكركم اشتركوا في القناة